بعث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أليات تنفيذ مبدأ الشراكة والعمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار والحكم الرشيد في ضوء نتائج الانتخابات والتحديات المطروحة وضرورة التنسيق والعمل المشتركة وكان الحلبوسي قد بدأ زيارته إلى أربيل بلقاء مع رئيس الإقليم نجرفان بارزاني وبحث المسجدات الأمنية والسياسية على الساحة العراقية وموضوع تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة إضافة إلى الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد وكانت ديمقراطي قد أعلن في وقت سابق أن وفوداً من القوى والأطراف السياسية ستزور أربيل للتباحث مع الزعيم مسعود بارزاني حول آلية تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر